وقدت جلسة نقاشية بعنوان مستقبل العمل وريادة الأعمال أثناء وما بعد الجائحة بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب ورواد الأعمال من مختلف دول العالم وخلال الفعاليات الرئيسية لليوم الثالث من منتدى شباب العالم ناقشت جلسة الفرص والتحديات التي واجهتها الشركات الناشئة في ظل جائحة كورونا ومستقبل العمل بعد الجائحة للمرأة والشباب فضلا عن أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتغيير سياسات العمل عالميا ودفع عجلة الاقتصاد خاصة في الدول النامية وأوسط الجلسة بضرورة العمل على دعم بيئة الأعمال لتصبح أكثر جذبا للفئات الأكثر تضرورا من الجائحة خاصة المرأة والشباب بالإضافة إلى العمل على ترسيخ تقافة ممارسات ريادة الأعمال الصحيحة وتكنولوجيا المعلومات وإدراجها في المناهج التعليمية